آخر معاقل الوجود الفرنسي في السحل الإفريقي على وشك السقوط 1500 جندي يتمركزون في جاو لدعم جوي قوامه ثلاث مقاتلات والست مسيرات وبعض المروحيات هم آخر ما تبقى لباريس في السحل والصحراء ودول غرب إفريقيا وهي الآن تواجه ضغوطا لإجلائهم الرغبة الإفريقية في الانفصال ليست جديدة على فرنسا فقبل ثلاثة أعوام وقع الانقلاب العسكري في مالي وهز عرش النفوذ الفرنسية في المنطقة وتهمت قيادات الانقلاب حينها باريس بالتدخل في شؤون بلادهم حتى أنهم استغنوا عن شراكاتهم العسكرية معها وطلبوا الدعم من قوات فاغنر بدلا من ذلك الخلافات بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود بطرد باماكو سفير باريس لديها وعلى خطى مالي سارة بوركينفاسو بانقلابين عسكريين خلال عام 2022 كلاهما رفض الوجود الفرنسي ومع الانقلاب الثاني في أواخر سبتمبر من العام ذاته تدهورت العلاقات أكثر وخرجت تظاهرات شعبية حاشدة هاجمت السفرة الفرنسية لتصدر سلطات البلاد قراراً مطلع العام الحالي بطرد القوات الفرنسية بعد أيام من تعليق اتفاقاتها العسكرية مع باريس وفي غربي القارة السمراء انحصرت الهيمنة الفرنسية بانتهاء عملية برخان التي اضطر رئيس إيمانويل ماكرون لإنهائها وسحب قوات بلاده من مالي إثر الانقلابات المتتالية وفي ظل تأكدات باريس بأن وجودها في القارة يهدف لدحر الإرهاب تجدد دول إفريقية اتهماتها لفرنسا باستثمار حضورها في استنزاف الثروات وتوسيع نفوذها السياسي والاقتصادي ومع انحصار الدور الفرنسي في إفريقيا يتنمى نفوذ قوى دولية أخرى وهو ما يثير قلقا إضافيا في باريس